هسا راح نحضر الدجاج المشوي قبل سس ساعات تقريبا مستعمل أربعة دجاج فروج اللي هو النوع الصغير قصيتها بالنص تبلتها بمي تقريبا عشر كوابة مي نصف كوب ملح ونصف كوب حامض تقريبا صار لست ساعات متبلة بهذا المحلول سو راح نشيلها من المحلول ونخليها حتى تنشف قبل من تبلها أربعة تقريبا يسون تقريبا خمس باونات إذا تريدون تستعملون دجاج عادي هم تقدرون بس طبعا هذا الدجاج الفروج يكون أكثر ينضج بسرعة يكون طعم طبعا أحسن ويكون كلش فرش سنخليها تقريبا دقيقة حتى تنشف خليتها على بايبر طاول هس راح نحضر الأشياء اللي راح نتبل الدجاج بيها طبعا الخليط راح يتكون من نصف كوب عصير الحامض نصف كوب زيت الزيتون ملعقتين طعام سماق راح يضيف نكها كلش طيبة ملعقت كوب فلفل سوت ما راح نخلي ملح لانو احنا اردي كنا نتبله بالملح سو ما يحتاج نخلي ملح واخر شي راح نخلي ثوم اللي راح طبعا يكون مفروم ناعم كلش سنحاول نستعمل أربعة فصوص ما الثوم نستعمل الكابسة للثوم راح تنطينا قطع ناعمة كلش بس نحاول نخبط كل المواد اللي استعملناها خليط كلش طيب وكلش راح ينتينكها كلش مختلفة لانتجاج بس راح نحاول راح نحاول بين الجلد وبين اللحم نخلي خليط السماق حتى يتبق زينا نقيع الدجاج بالملح والحامض يساعد الجلد حتى يكون أسهل حتى ينفصل عن اللحم خلصنا نتبق الدجاج كله من جوه راح نتبق من الخارج حتى ينطينا كاكل حموط السماق والحامض والزيت والثوم حتى تكون كلش كلش نكهة مميزة نخلي على صفحة دقيقة دقيقتين قبل من نشيشه ونطبخه بالتنور هسا الدجاج حاضر للشيش راح اخذ تقريبا على كل شيش راح اقدر اخلي أربح قطع كما قلنا اذا ما عد كنت النور تقدرون تشوه على شوايا كما قلنا بصلايا حتى يحمي الدجاج القطع الجوه من الحارج وحتى همينة ما ينزل هاد راح يروح بالتنور هنغطيه تقريبا ثلاثة اربع نغطيه تقريبا ثلاثة اربع نغطى نخليه ينطبخ تقريبا مستعشر الى عشرين دقيقة نغطيه وحن تشيك الدجاج تقريبا نصاب له ومعاش تلاثة اعشر دقيقة ينطبخ بسرعة كلش بالتنور الحار وشيش جميل وشيش جميل طبعا ريحت الى درجة طيبة نكهتا راح تكون طيبة كلش وبسرعة ينطبخوا